لا هدوء في القدس وفي المسجد الأقصى تحديدا حيث الصراع يدور بين حق أبا الزوال ومشاريع تريد فرض واقع جديد زمانيا ومكانيا لشرعانة وجود الاحتلال الصهيوني فيه بحجة احتراق أحد نقاط الخراسة التابعة لها في مسجد قبة الصخرة اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني ساحات المسجد الأقصى وأغلقت المسجد القبلية ومسجد القبة وأخرجت المصلين منه واعتدت على كل من كان موجودا بالضرب كما اعتقلت من محيطه فلسطينيين ومنعت باقين من الوجود هناك بالقوة اقتحامة يقول الفلسطينيون إنها مقدمة لإجراءات أخرى قد تطال مصل الرحمة الذي أعلن وزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال قبل يومين نيته إغلاقه خلال الأيام المقبلة الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى أكد أن الاحتلال يريد تفريغ المسجد الأقصى وإخلاءه من جميع المسؤولين والموظفين والمصلين الذين يشكلون عامل ضغط بشري يعرقل جميع مخططات الاحتلال في هذه الأثناء يخوض الأردن صاحب الوصاية على المقدسات الإسلامية في القدس مفاوضات مع الجانب الصهيوني للوصول إلى اتفاق نهائي يحل أزمة قرار محكمة تابعة للاحتلال بإغلاق باب الرحمة أحد أبواب الحرم القدسي الذي أعاد المقدسيون فتحه الشهر الماضي دون التوصل الاتفاق حتى الساعة بينما تؤكد قيادات ومؤسسات مقدسية أن أبواب الأقصى تخص المؤسسات الإسلامية ولا شرعية للاحتلال للتفاوض حولها ويبقى الرهان على الحراك الشعبي الذي انطلق لفتح مصلى باب الرحمة بعد إغلاق دام أكثر من 16 عاما هو الأساس لتهديد مشاريع الاحتلال بالفشل وخصوصا في هذه البقعة من المسجد الأقصى صاحبة الرمزية حيث يرى المقدسيون في إغلاق الباب تحديا واضحا لمشاعرهم ومحاولة لاقتطاع جزء من مسجدهم لتحويله إلى كنيس في معركة يبدو أنها لن تنتهي إلا باستعادة الحقوق المغتصبة كاملة ترجمة نانسي قنقر